حدثنا أبو عاصمين قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنمين عن عماته عن أم فروة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها حثنا الخزاعي أخبرنا عبد الله بن عمر العماري عن القاسم بن غنمين عن جدته الدنيا عن أم فروة وكانت قد باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل فقال الصلاة لأول وقتها حثنا يونس قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن القاسم بن غنمين عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة وكانت ممن بايع أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الأعمال فقال أحب العمل إلى الله عز وجل تعجيل الصلاة لأول وقتها